الثاني كشف العورة الطهارة كمان انها شرط لصحة الصلاة كذلك ستر العورة شرط لصحة الصلاة فاذا صلى الانسان ثم كشف عورته عامدا بطلت صلاته واحده يصلي اظهر فخذه مثلا بطلت صلاته المرأة وهي تصلي اخرجت شعرها بطلت صلاتها اذا كشف العورة يبطل الصلاة تذكرون عورة الرجل في الصلاة ما هي من السرة الى الركبة وعلى المذهب زيادته يشتر احد العاتقين والمرأة عورتها في الصلاة جميعها مع عدال وجه والكفين وخلاف في القدمين طيب اذا اذا كشفت المرأة شيئا من عورتها او كشف الرجل شيئا من عورته وهو في الصلاة بطلة الصلاة لانه اختل شرط من شروط صحة الصلاة لكن يقول لكن ان كشفها الريح يعني واحد يصلي فجاءت ريح فكشفت عورته سقط ازاره مثلا اه الريح حركت الازار ظهر فخذه المرأة وهي تصلي خرج شيئا من شعرها طيب المهم انه انكشفت العورة بغير ارادة بغير عمد اذا الصورة الاولى ايش كشفها ايش عامدا وقلنا تبطل الصلاة الان لو لو انكشفت العورة بغير عمد يقول ان سترها في الحال لا شيء عليه لا شيء عليه امرأة وهي تصلي نزل شعرها ادخلت ادخلته وسترت شعرها مرة ثانية تستمر في صلاتها الرجل هو يصلي سقط ازاره البس على طول اربطه صلاته صحيحة اذا اذا كشفت العورة بغير عمد وسترها في الحال ما تصح صلاته تصح صلاته يقول او لا او لا يعني ماكي سترها في الحال تأخر في سترها نزل شعرها خلته تأخرت في ادخل شعرها تحت حجابها الرجل سقط ازاره تساهله في ستر عورته جاء ثريح كشفت عن فخذه خلها الفخذ مكشوفه مثلا طيب هنا يقول اذا كان المكشوف كبيرا فاحشا بطلة صلات لان لان تركه للمكشوف كأنه صار ايش صار عامدا كأنه صار عامدا تركها يدري ان مكشوف العورة وسكت فكأنه صار ايش عامدا المرة طلع شعرها طيب ثم بعد ذلك تركته صارت كأنها ايش ليس كأنها بل هي عامدا والرجل صار عامدا فيقولون فاذا كان المكشوف من العورة شيئا يسيرا لا يفحش ما في مشكلة شعر شعرتين شعر هذا غير غير فاحش الظهر مثلا يعني فوق الرقبة بشوي وكشفته الريح ليس عامدا يتسامح فيه اذا تأخر في ستره اما اذا كان فاحشا فانه ايش تبطل صلاته بذلك لانه اختل شرطه من شروط صحة الصالة وهو ستر العورة نعم